اشتركوا في القناة 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 في بعد ثلاثة شهور معاش بشترعهم في الكور. معناها انا رأى انه النتيجة هذه عادية. نتيجة سياسة غالطة. رياض متى على مستقبل قدم غالطة. اخذتها وزارة الشباب والرياضة في مرحلة في مرحلة الوزير السابق. وفي فترة رئيسة وصف جليل بالنيابة. خذي قرارات اللي قاعدين نخلصوا في الفاتورة متاحها اليوم. معناها واضح الموضوع. تقول لي شنو الحل. انا نقول لك اربعة مدربين يظهر لي نقفوا خير. معنا بش نزيدوا. اليوم عندك عندك اطار فني مساعد فيها قيس العقوبة وفي كذا. نجم تحب لتكره درب قيس العقوبة عنده مسيرة حافلة بالتمريق. مش مقولوش بالتتويجات مأمر. خلي هنا خلي نعطيه شوية معلومات مدام انتي جبتوا الموضوع ذايا. النية الاقرب فما بفشفلو حتى يروح كمين يدير من الاجتماع متاع الكاف والدرس العام متاع الكاف. الى حد الان حتى استاف تكنيك قيس العقوبة وعثمين نرجار مهمش عارفين مصير ما فماش ما عشكون يحكيوه. فما نية متاع انهم الزوز يبقاو يسيروا المنتخب في الفاترة القادمة في استاج الجاي. وبعد كي جي الهيئة الجديدة معناها في جانفي. حتى ما فماش هو استاجيات المنتخب فما كان في نوفمبر. من نوفمبر حتى المرسل فما حد شاي. يقول لك بعض كي يجيو المكتب الجامعي الجديد هو يختار المدرب على روحه. ويمشي يقعد استاف تكنيك هذا. فما نية بالنسبة كبيرة بشي يكون تمشي هذا. هذا المنطق هو سام لانك انتي اليوم جي تاخذ قرار انتي اليوم هيئة تسييرية ولا هيئة تصريف اعمال ولا ما تنجمش انتي تاخذ قرار اليوم نشوف انا في بعض صفحات تواصل الاجتماعي يقول لك مدرب كبير. اولا ان ساعه مدرب كبير ما عندكش البجيه تو. انتي احنا ما نعرفوش حتى لطاة فينانسية على الجامعة. اليوم كان نسألو اي واحد من المداخلين ولا من الهيئة تسييرية كذيه حتى حتى ما يعرف لطاة ريال متعلي فينانسة على الجامعة. ما نعرفوش تشكل جامعة عندها فلوس ما عنداش فلوس عندها كونتو بلوكيه. نسمو حكيت انا سمعت عندك الهنا الاستاذ عبدالرزاق الدلي قول لك راو فا المكونت branding كيفه. هيا هيا ذا عليه الذاة عنا اليه اثباتات ما عنه sufficiently اثباتات اليوم زادا بش يجيها هيئة تسييرية منزللها شهرين في مدة النيابة بتاعها بشيجي تغطر بشتعاين م entertaining جداUnis ينجم غدوه يجي by jay zaib jimaj. مايعجبوش صحيح. dej Iwa chun лож قلك انتي غدوه القائ disposal قائمه القائمة اللي قد تتحضر في عندها برامج وعندها مدربين منتصلا بهم وفهمت ورينيها. كنت في فترة مع زيت المساني في القايمة. كلمتوا مدربين. نعرف اللي هو كلمتوا مدربين. معنى اليوم انت يكون ماشي في التجاه جيقك. وهذا حقه. بحقه. ومش من حق الهيئة التسئيرية اليوم بستيخذ قرارات كبيرة كما هذه. معنى متجمش تعمل أكرونترا باربع سنين ونتي قاعد عامين. قاعد عامين. قاعد شهرين. ما قاعد شهرين. سمحني قاعد شهرين. معنى انتي اليوم تعمل أكرونت تجيب موذبيك تاخو المدربين اللي موجودين بحديك. تستعمله متكمل للدوج ورنية اللي مزالونك. وبعد تخلي له بيروفيدرالي بشيجيخ وقرارات اللي لازم يأخذها لانو طوال. احمد. فوز البنزرتي حكيت حتى شوية مع ناس مقربين من فوزي. قل لك تقلق برشا من كمية الانتقادات اللي صارت له في الأسبوع الماضي في البلاتويت. قل لك حتى كيربحت. خنقوله حتى كما هي. خرجوا لي حاجات يحكيوا لي هاو سب الجلالة هاو حاجات من نوع هذا. تقلق برشا من نقد فوزي. رغم اللي أنا استغربت. هو ولد الدومين معتها سنين. معنى هو ما ما يتقلقش من الحاجة هذه. معاشي ناجم البريسيون. ظروف غايبة في المنتخب. نعطيك معلومة مثلا اربع شهور. مخذو حتى فرانكس اللي هو ولا ستاف تكنيك اللي يخدم معه. كيمشيوا يشوفوا الملاعبية في بينجردين في مستير. يصرفوا من جيوبه معتها نقلات الستاف تكنيك. معنى هذا الكل خلى الفوز البنزرتي اليوم ينسى حبها. تشوف منطقي معتها الخيار متاعه. انه يخرج لوقت هذا الأسباب هذي. وقال لك نجم يتحمل شوي. والله سلام أنا قلت قبل معنتها أحسن خيار بالنسبة للمدار فوزي البنزرتي. احتيرها من التاريخ واحتيرها معناتها للأنجازات واللي يقدموا الكرة قدمة تونسية. ان ينسى حب للمنتخب الوطني. ينسى حب من تدريب المنتخب الوطني. لانه خذاها في الوقت الخطع. وحتى الطريق اللي خذابها المدار فوزي البنزرتي المنتخب كانت طريقة نوعا ما بصراحة لوش شوية. لانه لم يكن خيار المكتب الجامعي هو السيد فوزي البنزرتي كان خيار رئيس الحكومة السابق هو اللي يعين سيد فوزي البنزرتي. رئيس الحكومة. هو مش حتى الوزير معناها. لا لا. رئيس الحكومة الذي عين السيد فوزي البنزرتي على رأس المنتخب الوطني. كان رئيس الحكومة السابق هذه معلومة ثابتة. هذه معلومة ثابتة لانه هو محب للرياضة وعنده علاقات كبيرة بالملويه السياد فوزي البنزرتي. يدرب joke. لانه عنده تاريخ. وعنده يعني كفاءته هي اللي تخلي اي حد يفكر فيه لكن طريقة رجوعه هو نحنا نجي نشوفه علاش سيد فوزي البنزرتي تمت ايقالته في مناسبة سابقة من تدريب المنتخب الوطني نتيجة لظروف معينة ونتيجة لاشياء معينة هي بيدة ما تغيرتش الاشياء ما كانش عنده معنى تقبول من عدد كبير من الملعبية عن المنتخب الوطني اشتكاوا من طريقة تسيير السيد فوزي البنزرتي للمجموعة شنو هيدا طوح اهدي رواية خرجها وديع الجري وكلي كان وهو لي مش واقع من ليك واقع وهو مفاهة وهو مفاهة وحط الملعبية وحط الملعبية مفاهوها مثلا انا انا اسألت عيسل عيدوني في تصريح مانا قل مصحيح مانا حالو انت اقلم مع المدرب وكما نعرفو عدو تيباع خاصة مش يقولك لا اروا مش عاجبنك فيش يتصارف سيد فوزي البنزرتي انا مش صحيح اذا واقع اروا الفيستير موجود يا المشكل في الفيستير في اي جماعية اروا تلقى فيها مشاكل انا مش الناس كلي كيفه بعظم ومش الملعبية وكل فرد كاركتير اللي صار هو وديع الجري اضطره بشين لايقالة فوزي البنزرتي نتيجة هو تسيره للمجموعة لانه رفض حسب فوزي البنزرتي عايش تصدق رواية وانصدق شو رواية انت فوزي البنزرتي قال حبي يدخل وحبي يفرف لاعبين معاينين والتلميحات كانت وقتها سيف الدين الخاوي فوزي البنزرتي رفض عايش خذت رواية الجامعة خذت شو رواية المدرب هي انا ناخد روايتي نظوم الزوز ونحاول انا نعمل استنتاج انا اللي نعرفه واستنادا للمصادر موجودة في المنتخب الوطني اللي سيد فوزي البنزرتي كان فما عنده مشكل بين وبين عدد من الملعبية اللي يلعبوا اللي يلعبوا خارج تونس وقعد المشكلة هيدا موجود حتى فما ملعبية رفضوا والي يجيوا عن ملل وعن مضض للمنتخب الوطني تحت رئيس سيد فوزي البنزرتي وهذه حاجات وواقع موجودة معك انا في تقديري حتى النتيج والاختيارات واللي صار في المنتخب لم تكن في صالح سيد فوزي البنزرتي انتي وقت اللي تعمل قايمة متاع ملعبية تكون اساسها ترضيط الجمعيات ترضيط فلان ترضيط فلان وقت اللي طاب التشكيلة اساسية للمنتخب الوطني مش الاجدر يلعب مش الاكفة يلعب سيد نرمال مش تكون النتيج خائبة للأسف الشديد من الصعب جدا ان ينجح اي مدرب تونسي في ادارة شؤون المنتخب الوطني وهذا الاعتبارات عديدة المدرب التونسي يتأثر بمحويته يتأثر بالفيسبوك يتأثر بالمسؤولين شوفنا اي جانب تأثر بالفيسبوك كان دوجه تأثر بالفيسبوك لا انا نحكي لك دائما تم تقديم المسلحة الشخصية والفئوية على المسلحة العام وهذه حاجة موجودة في المنتخب الوطني للأسف انا في تقديري اضعنا ريت ماتشة فرنسا اللي ربحناه في كاس العالم اذاك الماتشة اللي دخلنا في الحيط وغلطنا لانه بعد هزيمة أستراليا في كاس العالم كانت النية انه يجيبوا مدرب اجنب ويشبوا المنتخب ويعملوا على الوليدات الصغار اللي صار غلطنا الماتشة ذلك يعطينا فرصة اخرى جلال قادري وتقريب كمنا نفس المجموعة وقعدنا معناتها في فكلي فوري متاع متاع ماتشة فرنسا ضيعنا كل السنوات هذه لو احنا بعد مشاركنا في كاس العالم عملنا عالم لعبية الصغار والليبي ناسيونو اللي يلعبوا البرة وجبنا لهم مدرب اجنبي كفر راي النتيجة توا غير الحالية للنتائج الموجودة واغلب اللي صار دائما موجودا عينه مدربين استنادا التوسيط فولين استنادا العلاقات فولين اي ستاف موجود في الليكيب ناسيونال في اغلبه ما هو شراه استنادا لكافاته هذا تكلم عليه فلين هذا دز معها فلين هذا كلمه خاطر دائما نحن هروا موجود هذي عقلية تونسية حتى في الادارات وحتى في الوزارات دائما لنتجا إلى الكفاءة في تبدأ فما فراغ تصير الحكاية هذه موجود هذا موجود وذا وقعنا مزميش نور بومنه ذاك الخاني اخو رايك يخلوش فازل بنزارتي في التوقيت هذا بالذات شوف اسلام انا كنت متأكد الفترة هذي هو ثلاثة فترات سيفوز يجاه المنتخب الفترة هذي الاخرة انا كنت متأكد اني مش مش هنجح لانو انا نعرفه شخصيا وحتى وصل دربني اللي سيفوزي بزارتي قوي في الملعب في الملعب خارج الملعب ما يحكيش برشا مع المسؤولين ان انت بنجامش حل المشاكل البر فما مدربين تحلك مشاكله وبنال يعرف يحلك مشاكله البرة ويحكي مع اللاعب بش يصبر على الفلوس بالعكس خطر سيفوزي اكزامبل ماليا ديما مع اللعب ما تدخلش المخوة دي الامور مش ماشية وفترة وهائقة تسيرية لانو بالهائقة تسيرية اللي ما كنت موجودة وبالامور المالية انا كنت متأكد اللي بسيفوزي خطرة ايجي اقول لك حاجة مثلا فما صفرات سيفوزي يدخل فيهم يحب الراحة اللعب ينتعو كي كان في النوادي في المنتخب ما كانتش الراحة تامة الفترة الثانية هي اللي كنت متأكد بش ينجح فيها اللي صارت كنفلي وصارت مشكل مع وديها جارية ربي خلص واحدة لكن فترة هذي كنت متأكد مثلا نعطيك حاجة على فوزي بالزارتي وزارتي مالزامش يزا هو كل القضاء يا زادتي اخي احمد قال لك ولا بلال ومدرب كبير مالي وديش كون بش يجي درب والمدرب كبير بش يجي درب اللاعبين عاديين لاو حاجة اخرى عشرة حصات تدريبية ماكسيموم نجموا نقيموا بها عمل مدرب معناها يا ولدي خلينا نفسلك خلينا نكون واقعين العباد تسمع فينا رانا ما نزيدوش نغلطوا في روح رانا تونسي ياسر يغلط في روح راو خنكونوا واضحين راو معناش فورمسيون قلت ستة الاف مرة في اللي جاءوا ادخلوا راو ما تابعوش النوادي الكبرى في الناس هناك قبل كانت النوادي الصغرى اللي في الرابطات يا بلال تعرفهم كانت هي البوغازة تعالكور كنت هي الي تقومنها خلينا مني زاكوتيانا لا لا خلي قيموا احنا لاي طقيقة بش نخلط لك باتنسي سيد فوزي البنزرت بش نخلط بش نخلط بش نخلط لك بقاطع نظرة كوني نحبوك الحاجة الوحيدة وعلاقتوا بهم عنا سبق الحاجة الوحيدة حان نحكي وطوا جبدنا على المدرب الكبير بجيبوه وباب شي جيك على سيفاوزي خلني نبديلك بسيفاوزي واللي انا بديت عليه بديت جبت الموضوع اليوم قال لك عجل عندما نوضح المنتخب في حس التلفزية أدري أن نقوم بالجامعة معي وصف جدير إذا فوزي النجم يقلق لأن يتحبه فوزي النجم وإنسان فني اتم معنى الكلمة وثقافته تسمح له باش يكون موجود مشاعيت له ديركتمو في ميتان نذكرها بتاع الملعب التونس ما تصيرش اصلا ميتان له ليحكي على ندي الفريق و ميتان ثاني على المنتخب ما هيش سيفوز يقبل لومور اذي واللي طار فني متاع منتخب وديما نعطي مثال بيلال كان مع المنتخبات راهو حتى ما تشوف كيفش بدي الموضوع كيف يشوفه ما فما بدايت زي ما علموش على وسوس صحيحة على خاطر وقت اللي انت تخرج تهبط في الباجي وفيسيال قرارات متاع الرابطة وقرارات ما يتيحوش وما يتلعوش وماللوتة تقف اوز بزارتي مدرب المنتخب ومساعد متاعه عماد بن يونس وبعض الدرجين تقع عماد بن يونس في بيجة راهو اللي طار فني متاع منتخب راهو عقل حاجة لازم يكون في اثناش اختار الماديات عنا بشكون اثناش في تونس جي واحد تعتيز وزملان يكون له بالكشف المواهب مثلا عنا تكون يحب يخدم المنتخب وتكون على وسوس الصحيح وفي الصيل الكونفيرانس ما انت باجو فيسيال ملخد انتقاو سيفاوزي معاش في النادي الفريقي وانتقاوه بالتونيون تاع المنتخب اللي هو محسباش اللي هو انا المتأكد كينا ردت فعل على اليسار والمريفت هناخذين المنتخب محسباش هكتشوف في نتيجة على الاقل حاول تكون وفي حال كيف ايش بجي حاول في اليسار يا اخوة انت لقر من الدعوة الملاعبية حتى وصولنا التشكيل فيها برشة محابات وفيها برشة مجاملة ليسا بتاع المنتخب مليت خلقت الدنيا والنوادي الكل والمنتخبات الكل رأى ولا تلقى اربعة خمسة بالمحابات لا وما كان شاذا كلمك احمد وقت اللي حكينا على اليسار وحكينا على المنتخب كنت مبارك معناها للليسار والاختيارات قلت انا دائما موقفي الموجودين في الليس اول الغيبين روما فماش ملاعبية خاطر انه يكسب المنتخب مباراة احمد احمد مناعرفوش كواليس الخي طاوة مسؤولين نوادي ماعرفوش مسؤولين الجامعة عمورو ما تقابلوا مش عربوش قاوة مع بعضهم الاربيتر ماعرش ذاكر وذاكر ماعرش احمد وبيليلا ملكين طاوة كاسك وميكرو نعرفو شو صاين ومصاين بالمحابات قالوا هزلي فلانر اني حاشي بي لو حتى فهمي كي بجي تفرج فيه يهزوا ونرجعوا مثلا لحالة الاخرى نير حتى لوكلاء اللعبين دقيقة موجود موجود هوا بحذينا ذاك هاتي مدخلش حتى مرى ذاك احمد ووكلاء اللعبين احمد لسي احمد بربي خانحلو الموضوع وكيل العميل اللعبين اذي كي تاكل بعضها يرميوها الوكيل العميل انا سيدي اخطر واحد يا ودي باي دقيقة كل مرى تحلو كل مرى تعملو في تحت يا تارك اسمعني للاخر تاونسكتك باي يا اخوية انا اختر وكيل العميل في الحال مش عليك انتي انا اختر واحدة باي وجيت لأحمد الرئيس واجبت له لعب حاجة واحدة تتقصر موضوع هذا عمد ما يقبلش وهم يخليو فيهم يدخلوا ما علاقات ومصالحة تلعب دراب وانتي حتى تدراب وانتي تقعد تشبط ليستا وتقول لا يا اخوي الفريق اللي فلاني موسيل في كذيخ هنشوفولو كيفاش يخذ منحة متاع اللاعب تتعمل هكا شو اللي تتعمل هاي هيت ليزيكس باتريي اللي يلعبو البار كم منهم تعوهم من تونس ناخدو حاجة كيليبري شوية من عند هذا شوية من عند هذا شوية من عند هذا شوية من عند هذا هذا الشي مأمور بي مش هزي البنزرتي اخلاقها لحكيدي سامحني لكن نقول لك حاجوخة ليه مش فوزي ختيف كنت اللي تخلقت الدنيا موجود ولكن وفهم حاجة اخرى انت اليوم تحب تقيم مدرب ياخي شكونني بشي قيم والمدرب وفهم ادارة فنية احنا في الانديا متاعنا وفي الجامعة متاعنا المدير الفانية تعاين بعض المدرب دونك انت اليوم تقول لي انت شكون عاين فلان وجيبه مدرب كبير ومدرب كفو مشكف شكوني قيموا وكفو المشكف انا انتي انا مثلا واحد من ناس ما نجمش نقيم انا يداري ما نجمش نقيم المدرب كف والمش كف فما ناس فنيين يقيموه يتوجدوا بعض اللي يجي هو في جميع الحالات شوف الانديا في تونس يتعين الانترير بعد يجي ديركتور تكنيك هاو ندي الافريق يعني شيق بالليخ الفوزي البنزرتي اليوم يعني شيق بالليخ كما قلت انتي تعين فوزي البنزرتي بعد العقوبات تلقى فوزي البنزرتي هذيك التعويمة كما فيق بقى احد في السرعة ايه وبعد الفوزي مدير فني شكو مش احكي معها اسكن السيد بالحصن المالوش هو اللي جيب فوزي البنزرتي ياتي قرأنا مال على جيب فوزي البنزرتي وشكو نجيب لبعض خالي نسمع طارق ما تكلمش طارق خمجة قصة خمش تكلم مع السيداحم يا سيداحمد خلنا نحكي لك شوي على شخصي انا كنا نسمع زوز ملمومين في اللاك فكاقه ومثخ مزعم تقادل يا راني نشيش في بحث داري وعمل جاو وانتفرش في برنامش حيوانات ايه ورغم لي انا التاريخ بتاعي والأكسبرانس بتاعي لو كان نعم الشتر لي عملو فيه طانق سيب طونس كامل ما انت هذه نراني ما ندخلش في البيعات هذي هم شارك انت لا انا المنتخب لا انا كنا شارك انت او اطوك راء اللاعبي اطوك راء اللاعبي راء قطوا قناة لعبي قطوا قلات لعبي منسجمة معاه فكاري قلت ليسته. انتي تجيب من لعبية ولا تخلي. ما فماش واحد. ما فماش انجور دي سيزيف. انتي تفضلك معينا تاوى قلت لي انتي مش الدخلت ولا انتي. في انا ما تخش استاد. انا ما تفرش في منتخل. انا قدمه نسمعه تارك ما تكلمش تارك. اه فمك لمات خرجت على امكانية سيمي ترابلسي وجلال القادري كيف كيف اسمه مخرجش الفترة اخيرة لكن المؤكد حتى البلح نصف الليل ما فمه حتى حد تكلم سيمي ترابلسي والا جلال القادري ما ما كلمه حتى حد. الهنين الخيارات انت الاسماء اللي تعديت على المنتخب. ذا هالي معاش نيرايك انتي هالخذوا فرصتهم. وصفحة وتطويت والا جمعاتهم فرصة فانية معناها في المنتخب. سخن البيت وعاود ما جديد. حسب رينا. اذا ما فماش. لا عندنا رؤية مستقبلية. لا عندنا ناس تحب تخدم معناتها اه تحذر كوب دوموند وتحذر كوب دافريك. وتحب تمشي معناتها باش تعمل باها في الكوب دافريك. ديمن حبو نرجعو بالتواري. ديمن حبو نرجعو معناتها لل ما فهمت. شنو من الانجازات اللي عملوهم. كمدربين. ما سيمي هازشان. هازشان. لكن انتي طوي كي عندك عندك كوب دافريك تستنى فيك. عندك كاليفيكاسيون بتاع كوب دوموند. اسكو انتي طوي مش تحذر لهم. بسامي ولا بجلال ولا بيكس ولا بجريك. احنا بالاجماع. طوي تشوف تونس كاملة. اثناشن مليون يقول لك. حتى بما فيهم تو كان تسئل رئيس الجامعة تو يقول لك مذابية مدرب اجنبي. الناس الكلو تنادي على مدرب اجنبي. وتحب مدرب اجنبي باش نخدمه. وكور تيرم عندك الكوب دوموند وكور تيرم عندك الكوب دافريك والكاليفيكاسيون. يا انتي تجي تخلي نعود نرجع انا بالتواري تحب ترجع السامي وغير ومانا معنديش مشكلة مع الاشخاص. مخداش فرصة ودخل في الشورت ليست. اشكونا. اللي هو نبيل كوكي. مم. الى حد الان. مستبع دراء الاسماء هذي الكل. الانية صعيبة برش. لا موجودة لسامي اذو موجودين. معقد وكونترا. اذا كان وقتية ممكن. فالمقابلتين اللي الجايين. موجودين على طاولت السيد كامل يدير. مم. بقس ايضا. يوه كما يدير مش لناكي. هاني قد لك انا. سيد سيد كامل يدير. قال لك اخوية انا مربوطة ببيجي. مم. وما عنديش مدرب اي طرنجية ولا مدرب كف برشا بشي نجم يخدم تحت بعشرين ولي بخمسة وعشرين مليون. انا بش نكون مجبور بش نشوف واحد من المدربين توانسة سواء اللي يدربوا قبل المنتخبون عندهم خبر. احمد فضيحة مدرب بوطن يخدم خمسة وعشرين مليون. بكورة قادمة عسل. را ليلة احكيو فضيحة. ايهانة اروا. ايهانة حطا للاخب الوطن. ليه ماشي تعالي بلاد. ليه ذاك. وما اخذهمش. وما اخذهمش. عقد فيه خمسة وعشرين الف دينار. اللي هي. كنسة لنا واحدة عيش البارة نقول وراو عشان لاف دولار. انا عشان ليه. سبعة لاف دولار. طي قول يا ذايا جنان عندكم ولا مدربة. ليه يا ذاك. ما ننخلش في الصغافة ذاك. ايه كاملة. يبارشة سبعة لف دولار جنة. ايه ما نساميه وش مهنة. ايه ما نساميه وش مهنة. ايه ما نساميه وش مهنة. شو انا قتلك ثلاثة سامية دومة. اذا كان بش يتم انتي اختيار. مدرب. تونسي مش بش تخرج. من سامية ترابلسي وجلل قادري ونبي الكوكي. لو نجيه احنا مثلا. ما اتصل بهم حتى حد ساميك وجلال مؤكد. لم يتم الاتصال حتى حد الى حد الان الى حد اللحظة. اما هذو من الموجودين الليست هذية هذي الموجودة عن سيد كامل يدي. بلاي عم تشوفوا حل تب. بلاي سامحني اذا كانوا. خلقك قدمك السيد. بلاي لا 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 لا. مثالا نبي الكوكي ماخدش فرصة. مش المدرب. اخي يا سيد احمد بلاي بالفرصة. لا لا لا. رأوا منتخب. رأوا منتخب. شوف. لا 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 لا. ترق ترق ترق. خليكم ذاكي قصين عليها. سامح. لا خطر المنتخب رأوا استحقاق رأى. ما نجيبش نام بورتكي انا للمنتخب. مش خطر ماخداش فرصة. يلزم ياخو فرصة. اعتيني. يستحق نبيل في هذو من يستحق. لا نبيل في هذو من يستحق. في هذو. في التواتسة. في التواتسة. في التواتسة. اعتيني انا شنو مليتيتر اللي يهززهم على ثلاثة اربعة اخمسة سنين اللي اخرانين. يلزم عبلا الزير؟ لا عنده تاجبه كبير. نا شوفونا. في آخر سيزونا. بل ما نشضر كونتخب. رأوا المنتخب شيء. والفرق شيء اخر. انت تاقي على المنتخب اللي احنا نحبوه. بتبعت العالي. احنا خلنا نحكي. احكي ما اختوله. تيناني داري ادربوه السيفي بتاع مقال منا بالكوكي. عقال نبيلك اوكو عنديو سيفي. عندو سيفي. عندو سيفي عندو سيفي عندو. غيراً لأننا نغطيه عين الشمس أذوكم أشخاص تحطت لأنه وقتها كان وديع هو اللي يحكم حط أشخاص على قددي واللي يسموا على كلها ما كثير دونك باش نبدو واضحين هذي هو أنتي طويكاي في فترة كيما هذي فترة انتقالية لازم تجيب مدرب عنده أول حاجة الإجماع متوانسل كل اثنين ما تلقاش إجماع ما تلقاش الإجماع دونك تخلي لها هو فرز البنزلت اللي كان عليه إجماع فرز البنزلت اللي كان عليه إجماع وبعد شفنا سورة سورة مع احنا تولي قاعدين نحكيو معانتا قاعدين نشاركو في التداهور بتاع المنتخب انا هاور هي شنو فرنسا شعمت عام 1994 بلال كيما ترشح فاورت الدنيا كل وليه لتوطحكم فرنسا وليه عند عشرين سنينة انا نجيب اللي يجي للمنتخب سينيو ونجي طول الصغار جيب أكبر فني نجيبلو راتب نصح عليه ريس دول اللي هو يكون بالتكوين ويخرج وتكلموا رانا لانا ماشين كي جيت بتبعاتها مرحبا كي لانا ماشين كوبدافريكا كوبديمونت ونعاود ونبنيه من البونية التحتية اللي هي خايخة راو نحكيو على منتخب تواه بش نوحدو هي با ترشح نقبل كوبدافريك وتان ترشحوا كوبديمونت بفوزي بصالح بألي برمير تور الراوح كوبدافريكا الراوح احنا كنا نحكيو على لفو بروبليم نتوج بدنا لأصل الموضوع انت تحكي شكون بش نسميو مدرب وشكون كفا راو كفا بليش امكانيات ما فاماش كفا تحكي على امكانيات غدوا برا جيب بارسين فانجير وجيبوا بالامكانيات لعاد المتخب انت كان يحكيلك تواه اسلامي يقولك راو قصوا يمشيوا تساكرهم وحضم وصبوا الليسانس وحضم قبل ما نحكيوه على شهرية المدرب المدرب اذا كانوا تونسي نجم يجي حتى مطوع هوش هذا المشكل انتي الارضيه اللي مش تحضر هالو اسكو المنتخب التونسي اليوم فيها نيدير اسكو الاداره التونسيه اليوم في تسيير كورت القدم كرئيس الجهة منظمة ولين اسكو عندك مسؤول على المنتخبات اليوم ما عندكش حضو جامعي مسؤول على المنتخبات تحب ولا تكره في وقت من الاوقات تواجد تفهانت واشتفهانة بليل بليل بش النسخ معاش انتي ما خدمت شبان بارشة ولا في المنتخبات خدمت بارشة ايه كيمة طوى؟ ليه ففوضة طوى شوف المنتخبات من نهارة انتي عالش كلمك يقول لك كلمك صحية وحاطة كلمة طارق انتي مدامك تجيب في مختارة ليلي في برج السدرية متنجامش تحكي على المنتخبات بيه يا هاك عملتي رزولتات رشحتك بديمون وبعد ما فهمتش عاليش سميت مختارة ليلي بذيت ما هوش كفة اي ما عادش مختارة ليلي ليه لا يحكي على كمال وين حلطنا طوى يحكي على طوى اخيانا نحكي شنوى اللي وصلنا لتاول شنوى اللي وصلنا لتاول ما هوش يجي لبلاتو كيمانا تاول يبايد ويدافع نعطيوها كاتيجورية فتاكل على اساس شنو قيمته ما هوش كفة على اساس النتيج على اساس النتيج متخبات الشبان اللي يشرف عليهم هو شو عمل فيه مما الفيوم حاجة لا انا تصديق اللي اسلام هوه انا عندي تجربة صغيرة متاعشين اسنف تسير رياضي متنجمش تكون مهرج ومسيق متنجمش هذي من هذي برك نسحبوها مهرج نسحبوها بديل انتي اذا كان عندك تفسير اخر لو يحد يجيبوه اشتح في ديماش حنبعل هو مدفع لا انا هذا تفسيري على مسؤوليتي انتي نسميها حاجة اخرى انا واحد عمره خمسة وسبعين سنائة يشتح فيهم يسيوم بتاعتالي زغده السباح يجيبون صغيرات عمرهم 14 سنائة بشي علمهم قيم كورة الخدم انا نسميه تاريج على مسؤوليتي انتي سميه الاسم ليسيق لا لا تصديق الكلام وخاطر فامو برشة حاجات لو صارت في منتخبات شبان وقت اللي كان مختارة ليلي الحقيقة يندى لها الجبين انا ما غير ما نحبش نحكي في لدي تايا ما عندي فكرة الحقيقة معناتها حاجات بعيدة ياسر على كورة القدم باش نبدو واضحين اعطينا امت لا انا ما نعطيكش امت لا انا ما نحبش نحكي لا لا ما ندخلش في حكاية تشوف فامو ناس تعرف ويعرف وناس خدمة تخدم في الفيديراسيون ونعرف انا فاش قاعد نحكي غادي في برشة صدرية مثلا انت تعيي تلعباد تتعيي تلعباد تتعيي تلعباد لوليات اتفعل الفلوس تحكيوا فامو ناس وامو جوارات من جمعيتو بشاعت المنتخب وووه بجي واليات فالفلوس هيتو فامو جوارات موجودين في المنطخة فامو جوارات موجودين في المنطخة بو معندهم ايكيبات في تونس معندهم الجمعيات وفي عهده وقت اللي هو كان موجود فامو جمعيات وانا نعرف اش فاش قاعد نقول اعطينا رابور ليلي اعطينا رابور عمله هو من صحفي نحب نشوف رابور ما هو شيء اشرف هو ما مشرف مشرف خدمته شنية يلاحظوا يعطي تقريب اعطيني تقريب اخيي حنا كل عام نطلع ودي جون يلعب في السينيورة مرة في العشرة سنين لكي نصدق بواحد يالي كيب ناسيونان عادوا عشرين سنة ديم البازة متاعو ليبي ناسيونو الي توانسي الي لعبوا البره ومولودين البره ومتكونين لبره انا ارى الحل الحل المنتخب في الوربع عندك ويلي سانيول وعادلشاد تمشي تجيب ويلي سانيول وعادلشاد ليم عاشت حتى الجوار من الكيب من الواقع عمدهم متخب يجربوا فيه ويلي سانيول وعادرشيد وعادرشيد لي ويلي سانيول لو ما ترشحتش جورجيا الكاس العالم كانوا بوش يهبطوا يحطوا الدوسيم تعم مع اللي كونديداء اللي كانوا حبوا لين كيف ناس هنا ايه طاو ترشحتوا في الموضوع لا يناج مجيبوه على ويلي سانيول ياسبك تجيبي الترانجي بتاع تمت كان علمو المنعبير صوب مطلب تعملو شعب عبنا هذي ما دخلتش المخي صوب مطلب تنعيتولك تريد موجود في العالم الكل يبدأ وافحين هلين نعطيه حلول هليش نقعد وكينا ننبره وما وحنا زادة منهم الحلول تجيب مدرب أجنبي وما تعيت حتى الملاعبي من البطولة الوطنية جيبك عنتك عنتك عشرين ولا ثلاثين ملاعبي توانسة صغار يعطيهم الفرصة عنتك عام كامل اللي كنت بري انا بدي يراني طاول حد نشري اخر رانجروفر بمليار طاول حد ماذا بيت لكن عندك فلوس ورق دولة ورق دولة ورق دولة وش يجيبه الفنين بمئتين مليون يغني وما نلقاوش يجيبه البيجي متاعك مليار للإدارة الفنية مليار فالعام ما تنجمش تجيب بهم الاجنبي يرى و لازم تصدق عليه الوزارة لانه ما تنجمش في دراسية فروح ستين الفروح و سبعين الفروح حاول اروا ديع الجريفة الاخير حاب يجيب مدرب أجنبي لكن مليار يسعني ايه كملنا الموضوع دقيقة برك نكمل بليل دقيقة برشة ثلاثين ثانية ايه ثلاثين ثانية راو نعاود و نحكي انت تحكي على هذا الشي اللي راو المنتخبات العالمية اللي ايرانيين في الشبين اقوى من اللي في السينيور وورينا الكام تاع مدرب قطر كيفش بديه مع الكادية اللي نطلع السينيور اللي خريني هذي نحكي على الخدمة نحكي على الخدمة قطر شو بشة سنة قطر بطن اسي نحكي بطن اسي مش هذا الموضوع الموضوع على انا جيب لي فني كبير اعطيه خمسين الف دولار برا الدولة تصادق عليها خلي يخدم وما تكلموهش وما تطبطوش تصويره ويجيبوه يترد اللي بشي ترد ويجيب اللي يجيب كما قال لكوه لا يجيب الكراش كبير لا يجيب الكراش صغير شوف يا نوادي تتعطاه يكمل من زيك كمال كرييرو انا فهم اللاعب اقديم اعطوه اللي يريني مفين في التاكلوات بانيش يتفرش فيه فقط حطر المتفعل ومالعباد اللي كمان لا خاطر هو على المدرب التونسي يحب يحكي معناتها على عاونة بالكوكي أو فلان أو فلان من عين محبش نسمي اسامي مقترحين مش انا معناتها اللي اخترحت مرة هذوم الليست الموجود عن سيد كمالي دي الكمبيتونس راو عندها دور الكمبيتونس انا حسب رأيه عندها دور والفيكوم انه يكون انا حسب رأيه لازم يكون لاعب في المنتخب معناتها لاعب في المنتخب ويكون واضح بيمشي وفاصل موزيكا وبعد نكمل اسئل ثانية من حصة امتاعنا اليوم اشتركوا في القناة